هلو شباب كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفيس كام قبل ما نبلش هذا المقطع يا شباب اكتبوا لي تحت رؤيكم بالفيس كام اللي انتو حاليا شايفينه طبعا الفيس كام هاده بجوال الايفون ولكن هو يعني كفعالين جو الكاميرا طبعته يعني الكل بعرفها ولكن يجوز تلاحظوا شوي تعليق خفيف مش من الكاميرا الايفون من البرنامج اللي انا بنقل منه الصورة من الايفون لبرنامج التصوير اللي على الكمبيوتر فعشان هيك يجوز تلاحظو شوية تعليق خفيف فقط مش اكتر والصوت رح تلاحظوه 100% طبعا يا شباب اليوم رح نفتح الاربي مع بعض وعدتكم انا بس اجيب الفيس كام وهيك وهي وراي حاليا اضاءة التيك توك وعدتكم نصير نعمل اشياء مجنونة واشياء رهيبة صح وانا عند وعد وهي رح نعملها اليوم ان شاء الله طبعا صاحب محمد معاي باللوبي عامل كتم اليوم ان شاء الله رح نفتح الاربي ورح نفتح بحدود المية وثلاثين صندوق لعيونكم فقبل ما بلش هذا المقطع ميت لايك عشان نزل لكم كمان فيديوهات فيس كام وهلأ ما اتطول عليكم اكتر من هيك بس الاضاءة حولتني شوية لان اضاءتين حاضطت مش واحدة فخلينا ندخل بالمقطع طبعا يا شباب متل ما شايفين حاليا هون معاي 812 شدة العيوني بلش يزغلوا اكلناها لو رحنا على الاربي عندي 45 الاربي وانا معاي 820 شدة لازم نشحنوه ونشوف كم رح نصير خلينا مثلا نروح على الشراع تصنيف لا مش هون عوين الاربي يا معلم الاربي على ما ازن بطاقة الطرقية هاذ العنصر غير قابل للاسترداد نكبس واحد اتنين ثلاثة دوس الله او يا شباب شحننا الاربي شوفون ايش اللي بسفي عندنا بدناتية وعندنا ولادية ايش ناقد خلينا ناقد الولادية تعرفوا يعني احنا ولادي احنا عمي شو احنا شبابنا ناخد لبس الشبابي الله على هون الدي بي الله الله نشوفون ايش الاشياء المهمة مثلان اللي ناخدها وبالاشياء اخر ايش نعمل لهم جميع مثلان السموك ايش هاد السموك والله كمبلة دخانية الغابة ولعت طبعا هلا رح نفتح سناديق بعد ما نشتر الاربي كامل رح نفتح بحدود 150 ثندوق ناخد هاد اللي هي الخوذة الله عليكي خوذة الدجاج الغاضب ولعت الدجاج اول مرة بعرف انه بيغضب لا هو دائما بيغضب غير رأسة رقصة الغلب السعادة شو بعرفنا شهية وايش كمان ضل عنا سكن الطيارة الله يا مراض طبعا لسه فيها لا رح نروح نعمل الجميع للمهمات وروح نشوف ايش كمان رح ناخد عندنا هاد اول مرة اول سكن اللي عنده يعني فيه كامل هاده مثل هاده مثل الطاوة وعندنا هون هاد البرواز او الاطار وبعدين نجي نعمل جمع الكل ناخد شدات صح عليهم كلاتهم خمسمائة نقطة قصائم شدات مطارات اي بطاقات ار بي صورة فيه كمان فيها دول تعوني اللي تنزل من الطيارة ومش عارف ايش فيه كمان يعني اغلب الهاد اللي هو شدات لقاش بعدين نروح هون يا مراض نيجي نعمل عهاد السندوق هيك نيجي نعمل موافق ونيجي نكفيس واللي هي كبسة جمع الكل انطرشت انا انطرشت من الصوت الف وسبعمية واربعين نقطة صار الار بي عنده اتنين وستين صار الار بي كفعلين عنده اتنين وستين طبعا هادي لسه ولا اشي ناخد كمان شدات مثل ما قلت لكم هي اللبسة هاي سكن اوزي قولي هي تاني سكن باخده باوزي عندكم هادي عندكم كمان رأسه طبعا يا شباب تاني سكن باخده انا مش تاني سكن جوزة لحظة الار بي عنده اتنين وستين واط طرق كله بنعمل يعني انا كفعلين مدعمة للمهمات بطير طيران فيهم تخرفوش واغلبيتهم سهلين يعني ومعمولين مهم يعني ان شاء الله بالفيديو الشاي رح تشوفوني مية بس للعلم فعلى السريع طبعا حاليا يا شباب خلينا بس اتكد من برنامج التصوير حلو هي بصور بعدين رح نروح حلوين يا مرود نروح نستعرض الاشياء اللي جبناها طبعا انا متل وقت لكم الله بنزل راسك يا مرود عنا هاي اللبسة قولي هاي والله تصدقوا حلوة وهاي اللبسة برضو مرتبة بس لا لا هاي اللبسة احلى خلينا نضلنا لابسين هاي هي الراس طبعها خلينا نحطه برضو حط الراس يامورود حط الراس نفسه ايش هون سكن الوزي على السريع؟ عالسريع عطينا سكن الوزي يا ورده وبعدين نروح على اشتباك نحط سكن هاد الاول سكن الا علي شايفين اول سكن الا علي هذا باللعوبة الو ليش كمان تضل عندنا اسلحة ازل عندنا هون NOישLikazeB والله حلوة يا شباب يعني السراحة هدا الار.P يعني مش هالحلو لووالو ولكن يعني يعتبر جيد عندنا نخوذة جديدة خلينا نحطها وهيك على ما اظن بيكون وضعنا بالاربي جاهز واخدنا كل الهدايا وعملنا لهم جميع وحاليا لازم ننتقل الى تفتيح السناديق متل ما شافين لو رحنا على المخزون هون انا رح عاملك اكبر تجميع قصائم بس خلينا رح نشترا القصيمة رح نعمل بعدين ما تشوف العرض الدعاء يا اخوان طبعا اللي بيستغرب وولي يا مراد ليش بترفع راسك هيك وبتعمل هيك لان انا متل ما قتلكم الكاميرا عندي مغطية على الشاشة عمش شايف من الشاشة عشان هيك برفع فنروح نشتريت صح اوكي رح المخزون نيجي هون نعمل هي هون عندكم ميذ قصيمة جميع هي دمج هاي عشر صناديق وعندكم هون كمان مية وستة وسبعين سبعت عشر صندوق وعندكم هون مية وثلاثة وثلاثين خلينا بس نجيب كمان اربع قصائم يعني انا حبيت اعملكم اكبر تجميع قصائم وتفتيح اوربي وتفتيح السناديق الجديدة عشان يكون الفيديو اسطوري يعني فيش عم بهون احنا شغل فيديوهات اسطورية بس طبعا ابساعد ببعث ابساعد ريح شوي بس طبعا هلا رح افتح حسابه لانه فيه سناديق مع ابساعد فعلى السريع يا مراد اول اشي خلينا نبلش بالهادي افتح نشوف هاد ايش الصندوق اوليه والله سكنيات بتجنن بس كلياتها يوم مؤقتة يوم اوكي اوكي نفتح هدول خمسة تاعون البطل نحكي بسم الله كله يعني حظ ارباوي نفتح هدول اتنوع شان بحبش انا شوف معاي سناديق هيك بقلب الشنتة كله ما انا عارف بعدين روح على السناديق المميزة وين السناديق المميزة هون طبعا ركزوا معاي انا روح افتح صندوق واحد لحاله روح افتح عشر ركبس مرة واحدة نحكي بسم الله ونحكي هادو الحظ بحظة لا 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 الحظ مش طبيعي من اول فتحة اول فتحة طلعلي ايش اسطور تلعلي هادو الغطاء طلعلي هادو محمد اذا انت تشوفه اللي طلعلي روح هالعشيرة عملت له ارسال اول فتحة يطلعلي ايش اسطور يطلعلي هادو الغطاء بتاع الختيار وضع انه ايش اسطور نفتح العشرة مع بعض هلأ هادول بحظ لؤي لؤي قال لي مراد يفتح حشرة بحظة من المميز فنحكي بسم الله ونفتح حشرة وندوس بسم الله اكبس قلي قلي لا 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 مجموعة الكريسماس وهذا القرون الكريسماس يعني اقتلت اشياء اسطورية ب11 صندوق فقط شوفوا الحظ يا شباب شوفوا الحظ ما احلى شوفوا الحظ وطبعا لسه حاليا يعني عنا كمان تفتيح سناديق برضو فعلى السريع يا مراد خلينا نروح هنكمل تفتيح سناديق انا برأيه بيكون احسن المميز هون خلصنا منهم عندكم هون خلينا نفتح حالي كلاسيك اكم صندوق معنا بالكلاسيك حاليا معنا ولي هو 24 روح نفتح 10 ونفتح 4 على حال فاول اشي خلينا نفتح 10 ونكبس 10 بسم الله لا انا برأي نيميل اسكب يا مراد خلينا اسكنيو انبي عندي يعني نكبس كمان 10 يلا روح 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 شوفوا ال m4 تلجيه كيف رح تطلع شوفوا بس اطلعوا لا على the m4 tlg كيف رح تطلع هادي عند منه لا ما عنديش منه هادي عند منه الله على the m4 tlg يا مراد يعني اتا طلعا طلق نفتح سولو هدول السناديق اللي لحال يكبس هون تخطي طبعا طلعا ما اقلكم انا مش شايف انا يعني هذه راسي الكرش اكم طبعا يا شباب حاليا نضل معنا صندوقين كلاسيك فنفتح بسم الله نحكي يا مرود سكن الباقي هاده بكل تفتيح سناديق لازم يطلع لي هاده السكن ونحكي كمان بسم الله ونفتح اخر صندوق ضل معنا بالكلاسيك نحكي بسم الله يا مرود يلا يا رب يا رب انفورتالجي 24 صندوق وما تطلعوا ليش انفورتالجي والله حرام طبعا والله حرام هون طبعا معنا 33 صندوق فراح نفتح حشرات يا مرود ونكباس اسكيب ونكباس تخطي نحط الصح تاخد تخطي شوف الله كله مؤقت كله مؤقت يا مرود نكبس التخطي ونكبس عشر روح ولا اشي جي جي يا وردي كمان ولا اشي دائمي لا والله الصراحة انكم يعني فضلتوا عليه كتير وهيني كمان نكبس كمان عشر لعيونكم وهي كمان عشر هطلع لي هاده المنطلون دائمي يلا اعتبر جي طبعا عنا هون فتحتين احنا فتحتين هي الاولى يو البيسون الله يا مرود الله ولقش الحظ هاده الفيديو ضارب اليوم معنا كمان فتحه صح هاده البنطلون طليعلي قبل شوي هيك مضلش معاي حالين طبعا انا سناديق هون معنا واحد افتح عشرين سلفر هيك انا حاليا طبعا نفقت سناديق ضل معاي سناديق الاربي روح نعملهم فيديو تاني فخلينا بس عالسريع نجي نبيع هدول نعملهم تفكيك طبعا حاليا يا شباب روح افتح من حساب صاحبي صاحبي ابسعد او صاحبي ابسعد روح افتح من حسابه وروح ارجع لكم فعالسريع خلينا اروح ادخل من حساب صاحبي عشان معانوا عشريز معا سناديق كتير روح نكمل فتحهم وهلا خلوكم مع حساب صاحبي ابسعد طبعا يا شباب حاليا متل ما شايفين دخلنا على حساب صاحبي ابسعد كان بقيم فخرجته روح نقاطه اوه هده يعمل فيه هلأ شغلت انه يضل يدخل من الحساب ويضل يخرج من الحساب علما انه انا حاكي له يعني قال له ده ادخل من حسابك ما باع ليه بده يضل يخرجني هلأ فقالوا مع السريع خلنا نروح نفتح له السناديق نصر قول اياهم قبل ما قبل ما قبل ما يروح ابسعد هلأ قبل ما يروح بطل يرجع معلم نكبس هون على التخطي متل ما قلتلكم يعني انا مش شايفي الشاشة قدام اللي انه حاطي قدام الاضاءة وهيك معنا 19 صندوق مش 20 اوكي روح نفتح لهو على السريع وحدات حذاء ابسعد جعبالك شي اسطوري ابلا جرافيتي اعطوك ابلا هلا هلا بتبلع شي اسطوري ابسعد انا بعرف حظ زلده بلعك شي اسطوري مرة اخرى مرة اخرى هاي صار اربيع عندك تقريبا 89 يعني ايشي اسطوري نفتح 10 وابلا عشي اسطوري انا فتحت واحد مش 10 اوكي 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 روح اروح اشتري حاليا قصائم نشتري يا مراضي عشان نفتح هلأ 10 نكبسهم مع بعض انا ابسعد بتخني اذا ما طلعت له شي اسطوري نشتري هون قصائم نشتري خمسة روح على السريع هون يجي نعملهم او في الشي هزلت هزلت يا ابسعد 19 صندوق ده اتوقف ع صندوق هلا اوكي براشوت هوا بلاد العجائب هي صرت مطلع لك اشيين صرت مطلع لك اشيين يا ابسعد طاوي هو ابسعد ايه لو لو طالعت اللي ايه احسن من هالطوق هالطوق اللي طالعلي نحكي بسم الله نفتح نفتح كمان نفتح 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 جلد سنادي هون يا معلم جلد هاي الاربي صار واحد وتسعين ابلع الاربي صار واحد وتسعين ابلع كنت افتح لك بشدات بالغلط بس تعرف انت وقفت بالله هذه طب يا شباب هلا اهو ضل له صندوق واحد وبطلع له اشي اسطوري يمكن يطلع له الجيب طبعا راح اطلع من حسابه حاليا ليش يا مرود لانه كفعلي خلص هو يعني في الوقت الحالي ضل له صندوق واحد بكرة هو بفتحه مع حاله يعني بجيب خمس قصائم وبفتحه راح اطلع حاليا من الحساب وروح على الحساب صاحب الثالث لانه فيه كمان صاحب يعني معه سناديق فعلى السريع يا مرود خلينا نروح ندخل من حسابه وروح ارجع لكم طبعا يا شباب هلا واخيرا فتح معنا حساب حمزة طبعا هذي الحساب نفسه اللي عملنا فيه مقلبه اللي هو تاعي تقليد الصوت لما تشافه وروح يشوفه عنا طبعا حاليا هون تسع صناديق فراح نفتحهم اسكبات على السريع تاني تالت رابع الخامس السادس للاسف ولا اشي ولكن هون فيش عنا فتحه عنا هون بالصندوق المميز معه ست سناديق فنحكي بسم الله بسم الله لقعاش يلا يا رب اشي اسطور خنفرع حمزة حمزة بغزالة او ظن مش راح يعطيني حسابه تاني مر فتح له سناديق على هالحص معوض لك يا بالكلاسك ابلع انفور ابلع انفور ابلع ابلع انفور ابلع انفور بولا حمزة اذا بتعطيني حسابك تاني مر بتكون انت قصرون وانت لدمان دير بالك طبعا يا شباب حاليا فتحنا السناديق متل ما شايفين ما اضل الاشي نعمله اتوقع فروح افتح حاليا على حسابي لانه ضل على ما او ظن خمسة عشر صندوق انا ناسيهم فروح نروح حاليا نفتحهم فنجي على السريع نك بس على الفيسبوك روح افتح الحساب وروح ارجع لكم ومتل ما شايفين طبعا هي واخيرا يعني الحساب فتحه بالموافقة وهيك بتعرفوا يعني حساب لازم الواحد يدير باله عليه فالمهم يا شباب اولي شو هاد الانجاز لقد اكملت انجاز جينيكست ايش هاده بتقولي اللي قد اكملت الانجاز وانا اجيت هون اطلع وانتو مش معطيني اشي طبعا للعلم انا اطلع علمثيك 673 صندوق يعني من اول ما بلش السيزون لهلا من اول ما بلشت لعبة وانا لحد دي تلا مش محصل عليها انا كفعلين لحد دي تلا مش محصل على هاد الانجاز اوكي في عنا هون بالشخصية يا شباب طبعون ايه في عنا هون اربع سنادي فعا خلينا نفتحهم يا مروض نفتح يا شباب هدوا دعوات يا اخوان نفتح الاربعه رأسه تصاره بس هاي للأسف يعني مملوك عندي في عنا هون كمان بالشخصية التانية واللي هي شخصية اندي فعلى السريع نحط على فتح السنادي متل ما قطيلكم لانا مغطى عليه كل اشي نفتح الستة مع بعض اصوات ومش عارف ايشو يعني يا شباب يعني بفتح عشان تعطوني اصوات زبطونه باشي نادم برضو نفتح هون كمان الاربعه اصوات كارلو فبس يا شباب يعني هيك بنكون وصلنا الى نهاية الفيديو اليوم ان شاء الله رب يكون عجبكم ازا عجبكم تنسوش يتوصل لهذا الفيديو ميت لايك ازا عجبكم هيك نوع من الفيديوهات وكتبولي تحت بالتعليقات فتحت سناديء كتير 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 يعني كفعليا سناديء كتير ومع الاربي لعيونكم فوصل هذا المقطع ميت لايك وهلأ موضة طول عليكم اكتر من هيك ابسعد حمزة ازا ما طلعت الكوش اشياء حلوة اعذروني ولكن شو بعرف نهاية الحظ يعني وبس سلأ كل الاحترام من الجميع بحب احكي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة